لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن قانون القومي العنصري الذي أقرته الكنيسة الإسرائيلية في التاسع عشر من الشهر الجاري يعد نقطة ارتكاز لصفقة القرنة واجزءا لا يتجزأ منها من حيث تدمير المشروع الوطني وإلغاء حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وأدانت اللجنة التنفيذية في بيانها عقب اجتماعها في مقر الرئاسة بيران الله برئاسة السيد الرئيس محمود عباس أدانت اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى بما فيهم من وزراء وأعضاء كنيستة معتبرة ذلك تطورا خطيرا دعية دول العالم إلى التدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الاعتداءات اللجنة التنفيذية قررت تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها كما أكدت اللجنة التنفيذية الاستمرار في تقديم جميع الالتزامات لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهما ورفضها وإدانتها لقرار الكونغرس الأمريكي الذي أوقف المساعدات للسلطة الوطنية وقرار الكنيستة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من أموال المقاصة الفلسطينية عماد الرماوي تلفزيون فلسطين